موسيقى الاستثمار العقاري في جورجيا شهد ازدهارا كبيرا في السنوات الأخيرة خاصة مع زيادة أعداد السواحي العرب والأجانب الذين توافدوا على جورجيا وفي هذا التقرير سنتناول جانبا من جوانب الاستثمار العقاري في مدينة باتومي ألا وهو الشقق السكنية والفندقية بمراحلها الثلاث قيد الإنشاء، التشطيب الأبيض والأسود وأخيرا مرحلة تسليم المفتاح تشهد مدينة باتومي حركة معمارية نشطة جدا في كافة مناطقها الرئيسية التسع للسياح من جهة وللمواطنين الجورجيين من جهة ثانية فلكل مناطقه وأسعاره إذا كنت سائحا وتود الاستثمار العقاري بشراء شقة فندقية أو سكنية في باتومي فإليك أهم المناطق التي ممكن أن تستثمر فيها هذه المناطق هي منطقة رولستاذي وخمشاشفلي بمحاذاة شاطئ البحر أي أن هذه الإنشاءات تطل على البحر مباشرة إضافة إلى منطقة باتومي القديمة نظرا لأهميتها وتاريخها العريق وأخيرا منطقة المطار أو المناطق التابعة للمطار وهي امتداد باتومي الحديثة وتشهد نشاطا كبيرا لشركات الإنشاءات والبناء المتنوعة وهي كثيرة جدا جدا وهنا لا بد من الحذر والحذر الشديد جدا لدى شرائك عقارا أو شقة في أحد تلك المشاريع المنتشرة في باتومي خاصة الشركات التي تعتمد العقود الداخلية أي العقد الداخلي في الشراء بين الزبون وبين الشركة دون تسجيله في القصر العدلي حتى وإن كان تقصيطا فقد تواصل معي ذات يوم أحد المتابعين للسؤال عن مشروع معين يتبع شركة معينة من هذه الشركات وقد اشترى بالفعل منهم شقة سكنية بالتقصيط والعقد داخلي وبعد البحث والتدقيق ومراجعة القصر العدلي عدة مرات تبين أن تلك الشركة لديها مشاكل مع البنك وخلافات مع مالك الأرض التي أقيم عليها المشروع وقد تم إيقاف العمل في هذا المشروع لفترة معينة إضافة إلى أن عدة طوابق في هذا المشروع بشقاقها تم رهنها لدى البنك من قبل الشركة المالكة للمشروع وهو ما لا يظهر في العقد الداخلي وما لا يستطيع الزبون التأكد منه في العقد الداخلي ولذلك كله سنتناول أبرز الشركات العاملة في مجال البناء والإنشاءات في باتومي ونتناول كل منها على حدة في تقرير منفصل ونتحدث عن أبرز المشاريع الاستثمارية لها في باتومي الأسعار الكاملة والتقصيد المزايا والمساوئ وأخيرا بعد أن تتكون لديك فكرة كاملة ربما تستطيع اتخاذ القرار المناسب هل تشتري أم لا في هذه المشاريع وإلى هنا أترككم في أمان الله وانتظروني في التقرير القادم مع أحد تلك الشركات